هجروا من بيوتهم ومدنهم مكرهين وأقاموا في مخيمات ظنوا أنها مؤقتة ليطول بهم الوقت وتشتد عليهم قصوة الحياة إنهم المهجرون في مخيمات شمال غربي سوريا الحالات الطبية الحرجة كانت وما تزال تؤرق سكان هذه المنطقة فمع ضعف الإمكانيات الطبية وعدم وجود كوادر وأجهزة قادرة على علاجها يبقى الأمل الوحيد هو العبور إلى الجانب التركي من الحدود لتلقي العناية الطبية اللازمة لكن هذا العبور حددته السلطات التركية بدخول مرضى السرطان والحالات الإسعافية أما باقي الحالات التي تصنف على أنها باردة فينتظر أصحابها على أمل الدخول والتي نجح بعضها عبر مناشدات تصل إلى الجانب التركي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق السلطات التركية معبر باب الهوى كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا زاد من مأسار المرضى ما أغلق معه آمال مئات الحالات التي تنتظر الدخول العاجلة لتلقي العلاج ومن يحالفه الحظ بالدخول يواجه مشكلة عدم السماح بمرافقته ومساندته في رحلة العلاج داخل المشافي التركية ما يعرضهم للإهمال وعدم الاهتمام وصعوبات التواصل بسبب اللغة حالات إنسانية قد تتفاقم ما لم نجد لها حلولا جذرية إما بتطوير الإمكانيات الطبية في هذه المناطق أو البحث عن آلية تسمح بالدخول الميسر لهؤلاء المرضى إلى الجانب التركي كي لا يبقوا رازحين تحت آلامهم ويرسلون صرخاتهم لعل أحدا يسمعهم شكرا شكرا